ضمن الجهود التي تبدلها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في توسيع إطار خدماتها والوصول للمواطنين في الأماكن البعيدة وتقديم الخدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وأصلت الإدارة تسيير محطات الترخيص المتنقلة إلى عدد من المناطق البعيدة عن أقسام الترخيص في محافظات المملكة استكمالاً للمبادرة الابتكارية التي أطلقتها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بنو صلك وصلت محطات الترخيص المتنقلة تقديم خدمات الترخيص للمواطنين القاطنين في المناطق البعيدة لتوفير الوقت والجهد عليهم في إنجاز مغاملاتهم انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامي بتسيير الخدمات للمواطنين والتوجه للتحول الإلكتروني وتحقيق أهداف خطة التحول الإلكتروني الخاصة بإدارة الترخيص التي فازت فيها بجالس الملك عبدالله في عام 2018 تم إطلاق خدمة المحطات الترخيص المتنقلة في شهر 12 غطينا 18 منطقة نائية نحكي عن مناطق نائية المواطنين بتغلبوا ويلاقوا صعوبة ومعناء أنهم يراجعوا فيها أقسام الترخيص فيها كلف كمعن عليهم وصلنا لهم من مناطقهم 18 منطقة خلال الشهر الحالي اللي احنا فيه إقبال كبير من المراجعين شهدت هذه المحطات والذين أشادوا بهذه المبادرة التي وفرت عليهم عناء مراجعة أقسام الترخيص في المحافظات لإنجاز معاملاتهم حيث شملت هذه المحطات كافة الخدمات والإجراءات التي تقدمها أقسام الترخيص في المحافظات كتجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة بالإضافة لإصدار بدل تالف لكافة أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات نشكر كوادر الأمن العام في التخفيف على المواطن كون المنطقة تبعد عن ذيبان 33 كيلو خدمة حقيقة أحسن من هيك ما فيه وفروا علينا مشوار جهود مدينة الشباب والله ما قصروا خدمة عالية جدا نشكرهم ونشكر جهاز الأمن العام يذكر أن إدارة ترخيص السوقين والمركبات ماضية بتسيير هذه المحطات وفقا لمواعيد زمنية محددة حيث تشكل المحطات المتنقلة إضافة نوعية وجديدة للتسهيل على المواطنين وخدمتهم بحلول إبداعية وخلاقة